نخص حفل جوائزة الأوسكار لسنة 2023 جائزة أفضل فيلم أنيميشن كانت من نصيب نتفلكس للمخرج جيرمو ديل تورو فيلم بينوكيو وجائزة أفضل ممثل مساعد من نصيب الممثل كيهي كوان من فيلم Everything Everywhere All At Once وجائزة أفضل ممثلة مساعدة من نصيب الممثلة جيمي لي كورتس برضو من فيلم Everything Everywhere All At Once وجائزة أفضل مكياج وتصفيف شعر من نصيب فيلم The Whale وجائزة أفضل تصميم أزياء من نصيب فيلم Black Panther Wakanda Forever وجائزة أفضل مؤثرات بصرية من نصيب فيلم Avatar The Way of Water وجائزة أفضل نص مقتبس من نصيب فيلم Woman Talking وجائزة أفضل مؤثرات صوتية ودمج أصوات من نصيب فيلم Top Gun Maverick وجائزة أفضل أغنية أصلية من نصيب الفيلم الهندي Triple R وجائزة أفضل موسيقى تصويرية وجائزة أفضل تصوير سينمائي وجائزة أفضل تصميم ديكور مواقع التصوير وجائزة أفضل فيلم أجنبي من نصيب الفيلم الألماني All Kuwait on the Western Front وجائزة أفضل نص أصلي وجائزة أفضل تحرير لقطات من نصيب فيلم Everything Everywhere All at Once والآن دخلنا على الشغل المهم والثقيل وجائزة أفضل ممثل بدور رئيسي من نصيب الممثل بريندون فريزر من فيلم The Whale وجائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي من نصيب الممثلة ميشيل يو من فيلم Everything Everywhere All at Once وجائزة أفضل مخرج من نصيب المخرجين داينال شاينرت ودانيل كوان من فيلم Everything Everywhere All at Once ونختم هذه الجوائز بجائزة أفضل فيلم بالسنة من نصيب فيلم Everything Everywhere